مرحبا بكم عزيزي المشاهدين في حلقة جديدة من حلقات سينوجيم وعنوان حلقتنا استغلال البنت الصغيرة والسؤال من موقع إسلام سؤال وجواب سألتني فتاة نصرانية عن التمتع بالصغيرة على إنه نقطة سوداء تبيت بشعة الإسلام وبحثت عن الموضوع فلم أفهم هل هذا موجود عند أهل السنة أم هو موجود فقط عند الرافضة؟ وأرجو منكم جوابا شافيا يضحض هذا الاتهام وإن كان موجودا في زمن سابق ما الفتوى الأخيرة بصدتها في زماننا؟ فلا أتصور نفسي أقوم باستغلال بنت صغيرة جنسيا على إنه حلال واحد مسلم بعد سؤال إن فيه واحدة مسيحية سألتها إزاي إنه عندهم التمتع بالصغيرة؟ يعني الطفلة وهو بحث ومش عارف لو كان ده عند الشيعة فقط ولا ده كان في زمان معين ودلوقتي أحكامه إيه؟ هل فيه أحكام تانية؟ وهو طبعا ضميره صاحي فكاتب في آخر السؤال إنه مستحيل يتصور إنه ممكن يستغل طفلة جنسيا على أساس إنه حلال وخلينا نشوف الإجابة بتقول إيه؟ سمت أمران يتعلقان بهذه المسألة عند أهل السنة خلط بينهما الروافض وأعداء الإسلام فجعلوها أمرا واحدا وهما الزواج بالصغيرة والدخول بها بقى زواج الأطفال في الإسلام ده فيه حاجتين الزواج نفسه وحاجة والدخول بالطفلة ده حاجة تانية وخلينا نشوف الأول هل الإسلام بيسمح بزواج الأطفال؟ ونكمل الإجابة ونشوف مع بعض أما المسألة الأولى وهي الزواج بالصغيرة فإن عمت الولماء على جواز هذا الأمر وإنه ليس في الشارع السن معينة لنكاح الأنسة بحيث يمنع الزواج بها قبله وقد دل على ذلك كتاب الله وسنة النبي مع إجماع أهل العلم وعليه قال تعالى وَنلاقي إسنا من المحيد من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر ونلاقي لم يحدنا صورة التلاقة أربعة وهذه الآية واضحة الدلالة على ما نحن يسددوا وفيها بيان عدة المطلقة إن كانت صغيرة لم تحد يبقى زواج الأطفال في القرآن في صورة التلاقة أربعة اللي هي بتقول وَنلاقي لم يحدنا وكمان سنة والطفلة لها عدة زي ما موجود في صورة التلاقة ونكمل الإجابة قال البغوي وَنلاقي لم يحدنا يعني الصغار اللاقي لم يحدنا فعدتهن أيضا ثلاثة أشهر وقال ابن القيم رحمه الله عدة التي لا حيد لها وهي نوعان صغيرة لا تحيد وكبيرة قد يأست من الحيد فبين الله سبحانه عدة النوعين بقوله وَنلاقي يأسنا من المحيد من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر وَنلاقي لم يحدنا الثلاثة أربعة أي فعدتهن كذلك وده في زاد المعاد يعني استشهد بتفسير البغوي إن اللاقي لم يحدنا يعني الصغار عدتها ثلاثة شهور وكمان أكد الكلام من ابن القيم من كتاب زاد المعاد وخلينا نكمل الإجابة أما السنة فعن عائشة أن النبي تزوجها وهي بنت ست سنين وقدخلت عليه وهي بنت تسع سنين ومكست عنده تسعة وده في البخالي وهي صغيرة يزوجها أبوها ولا غيره من الأولياء على الصحيح من أقوال العلماء ولا تملك الخيار إذا بلغت قال شيخ الإسلام بن تايمية المرأة لا ينبغي لأحد أن يزوجها إلا بإذنها كما أمر النبي فإن كرهت ذلك لم تكبر على النكاح إلا الصغيرة البكر فإن أباها يزوجها ولا إذن لها وده في مجموع الفتاوي بعد ما شفنا أن القرآن بيبيح زواج الطفلة السنة كمان أن الرسول تزوج عائشة وهي بنت ست سنين ودخل عليها وهي بنت تسع سنين واستشهد بقول شيخ الإسلام بن تايمية أن المرأة ما حدش يجوزها إلا بإذنها لكن الصغيرة لا تستأذن يعني ما عندهش خيارته كبر وطبعا بما أنها طفلة هتفهم أصلا إيه يعني هو هيخيارها طفلة هتفهم إيه يعني إيه جوز فأبوها يجوزها بدون استئذان وخلينا إيه نكمل الإجابة أما الإجماع فقد قال ابن عبد البر رحمه الله أجمع العلاماء أن الأب أن يزوج ابنته الصغيرة ولا يشاورها وأنا رسول الله تزوج عائشة بنت أبي بكر وهي صغيرة بنت ست سنين أو سبع سنين أنكحه إياها أبوها وده في كتاب الاستذكار وقال ابن حجر والبكرة الصغيرة يزوجها أبوها اتفاقا إلا ما نشز يعني يبقى إحنا نشوفنا إيه قرآن وصلنا لكل مجمع أن الطفلة تتجوز قبل البلو وكمان نشوف مسألة الدخول بالصغيرة دي الإجابة بتاعتها إيه أما المسألة الثانية وهي الدخول بالصغيرة وهذا الأمر لا يلزم من العقد فإنه من المعلوم إنه قد تنكحك كبيرة ولا يلزم من نكحها الدخول وأوضح بيان في هذا إنه قد يحصل طلاق بعد العقد وقبل الدخول وإنه سمت أحكام لهذه الصورة وهي تشمل بعمومها الصغيرة من إلزامه بنصف المهر إذا سمي وعدم ترتيب عدة عليها وفي الأولى قال تعالى وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن وقد فردتم لهن فريدة فنصف ما فردتم إلى آخر سورة البقرة 237 وفي الثانية يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عند تحت الدناف ومتعوهن وسرحهن صراحا جميلا سورة الأحزاب 49 وعليه فالصغيرة التي تنكح لا تسلم لزوجها حتى تكون مؤهلة للوطن ولا يشترط البلوخ بل القدر على تحمل الوطن ولو حصل دخول عليها ثم طلقت فتكون عدتها سلاسة أشهر كما سبق بيانهم يعني هنا بيقول أن النكاح وعدم الدخول وارد في الكبيرة والطفلة يعني الكبيرة والصغيرة ممكن الكبيرة الجزمة لا يدخل بيها يعني وده معناه أنه بيكتبوا الكتاب وبعدها بيطلقها فما بيكونش ديها عدة زي ما جي في صورة الأحزاب 49 وبيديها نص المهر زي ما جي في صورة البكرة 237 يبقى كده إحنا فهمنا أن العدة للمدخول بيها طب والطفلة دي إمتى اللي جاوزها يقدر يدخل عليها قالك لما تتحمل الوطن مش شرط تبلغ إنها تتحمل الوطن وهنا فيه سؤال مين اللي بيحدد إنها تتحمل يا ما أطفال ميتت وما تحملتش وفيه سؤال كمان هل الإسلام بيسمح بالشزوز العالم كله بيشوف إن اللي يمسك طفلة صغيرة وبيمارس معها الجنس ده شزوز هل الله بيسمح بالشزوز تحت المسمى الزواج وخلينا نكمل الإجابة وهذه كلمات الولماء في ذلك وهي ترد على منزعم إنه يمكن للزوج الاستمتاع أو الدخول بها قال النووي وأما وقت زفاف الصغيرة المزوجة والمدخول بها فإن اتفق الزوج والولي على شيء لا يضرر فيه على الصغيرة عمل به وإن اختلف قال أحمد وأبو أبيد تجبر على ذلك بنت تسع سنين دون غيرها وقال مالك والشافة وأبو حنيفة حد ذلك أن تطيق الجميع ويختلف ذلك بيختلفهن ولا يضبط بسن وهذا هو الصحيح وليس في حادثة عائشة تحديد ولا المنع من ذلك فمن أطاقته قبل التسع ولا الإذن في من لم تطقه قد بلغت تسع قالت داودي وكانت عائشة قد شبت شبابا حسنا رضي الله عنها وده في مسلم الابام أحمد قال أن الطفلة تجبر على الدخول بيها طالما كملت التسع سنين يعني بيستاش إزاي كده عائشة لكن مالك والشافة وأبو حنيفة قال مفيش سن المهم البنت بتطيق يعني الطفلة دي تطيق الوطن وبعدها قال شوفوا مثال عائشة إنها عاشت حياة طبيعية وشبت شبابا حسنا وأنا بقول لكم شوفوا أحاديثة عائشة كلها كلام أبيحي يعني أنت لما تقرأ أحاديثة عائشة تعرف كلها كلام أبيح لأنها اتجوزت وهي طفلة وإزاي تكلمت يعني اللي كانوا بيعملوا الرسول معها بخصوص الجماعة يعني كل التفاصيل والمسلم أو المسلم الراجل اللي هينكح طفلة ده بيسمى في علم في العلم النفس يعني وكده ده مرض اسمه بيدفلية يعني دي جريمة كمان بيعاقب عليها القانون في العالم كله طيب هنا في سؤال هل الله بيبيح الشزوز هل الله ما يعرفش طبيعة الإنسان ومراحل تكوينه طفولة ومرحقة وشباب ونطق مش طفلة تطيق الجماعة أو لا تطيق وكمان قبل البلوغ فيا صاحب السؤال يجوز استغلال بنت صغيرة تحت مسمى الزواج وألتقي بكم في الحلقة القادمة من سين وجيم